بعد سنين من التراجع والتخبط على مستوى نتائج الفريق الأول رجع فلورنتينو بيريز مرة تانية لرئاسة ريال مادريد ومعاه رجعت فكرة الجلاكتيكوس للظهور من جديد داخل سينتياجو برنابيلو أفضل فريق في العالم لازم يضم أفضل اللاعبين بسياسة بيريز وفي الأساس وصولك لريال مادريد هو سقف الطموح لأي لعب مبالك بقى إنك تكون عضو أساسي وبارز فأفضل حقبة في تاريخ الريال بطولات أوروبية وإنجازات ما حصلتش قبل كده وممكن ما تحصلش تاني ومع الصفقات ومرور السنين وصل ريع المادريد لأفضل سلاسي هجومي في تاريخ النادي البي بي سي المرعب الأسطورة كريستيانو رونالدو والفرنسي كارين بنزيما وآخر المنضمن للفريق وهو جارس بيل خطوا الهجوم الأسطوري اللي قدر يحقق إنجاز أوروبي كان أشبه بالمستحيل وكفى كده كلام ويلا نبدأ حلقتنا بالكلام عن هاتريك ريع المادريد الأسطوري البي بي سي بس قبل البداية وكالعاد ما تنساش اللايك الجميل واسب لنا رأيك في الكومنتات عن أفضل سلاسي في تاريخ الكورة وقول لنا تحب الهاتريك الجاي يكون عن مين يلا بقى فعل زر الجرس وعمل اشتراك لو أنت أول مرة تشرفنا ويلا بينا في صفف 2009 وبعد موسم تاريخ البرشورونة والفوز بالسوداسية كان لازم ريال مادريد يوازن الكفة شوية والحل كان في الصفقات الجديدة سوق انتقالات تاريخي بكل معاني الكلمة وخلينا نتكلم عن كريستيان رونالدو بنزيمة تحديدا ونبدأ من عند الحكومة كارين بنزيمة وقتها كان أفضل مهاجم الشاب في العالم مستوى مبهر مع ليون الفرنسي مهارة ايه وتهديف ايه وصناعة لعبة ايه وتحرقات نموذجية يعني كل حاجة بتقول إننا قدام أسطورة المستقبل وفعلا لفت أنظر الأندية الأوروبية وتحديدا ريال مادريد وبرشلونة وبدأت المفاوضات مع برشلونة وكانوا بيشوفوا إنه هيكون البديل المثالي لقيته لجوارديولا ما كانش عايزه لكن في وسط المفاوضات ظهر في لورنتينو بيريز وقال الوقت ده ما ينفعش يروح غير ريال مادريد خصوصا إن الموسم اللي قبلها كان مسجل 23 هدف وصنع 6 أهداف خلال 43 مات وبسبب الإمكانيات المزهلة لبنزيمة في لورنتينو بيريز رحله لحد باب بيته عشان يتعاقد معاه وده يمكن اللاعب الوحيد اللي بيريز رحله بنفسه عشان يقنعه بالانضمام للمرينجي عايزك بقى تتخيل أهمية بنزيمة عامل ازاي وده طبعا يوضح لك حب بيريز الشديد لبنزيمة من أول يوم الموضوع اللي لسه مستمر لحد النهاردة على فكرة وفعلا يتعاقد ريال مادريد مع الموهبة الفرنسية بنزيمة مقابل 35 مليون يورو تاني لعب معانا النهاردة وهو كريستيانو رونالدو حدث ولا حرك بها يا صديقي عن الراجل ده مع منشستر يوناتيد كان أفضل لعب في العالم بطل دوري أبطال أوروبا في 2008 والتعقد معاه كان عشان سبب واحد بس لو بارشلونة عندها ميسي احنا عندنا رونالدو في مادريد كانوا مستنيين رونالدو لمدة سنة كاملة لأنه تفق مع الريال في 2008 لكن فيرجسون أقنعه يقعد سنة كمان مع اليونيتد وبعدها يمشي وفعلا عمل كده وده يبان في منظر ملعب السينتياجو برنابيو اللي كان مليان على عينه في حفل استقبال رونالدو واللي جمهور مادريد كان بيبصله كأنه طوء النجاة واللي هيقدر يوازن قوة مادريد ضد سيطارة بارشلونة وتعاقد الريال مع كريستيانو بمبلغ 94 مليون يورو عشان يكون الأغلى في التاريخ وقتها والباقي طبعا أنا وانت وأي حد تفرج على كورة عارف هو عمل ايه بتشيرت الريال الباقي طبعا تاريخ ونيجي بها الآخر ضلع في سلاسي الريال الهجومي الويلزي جاريس بيل اللي قدم مواسم في منتهى الروعة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي وقدر بسببها يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال موسم 2012-2013 ده رغم وجود لعبة زي فان بيرسي وروني وأجويرو لكن بيل كان خارط للعادة في الموسم ده تحديدا لدرجة ان الجمهور وصفوا بانه رونالدو الأشوار وكده الريال بقى عنده اتنين رونالدو وواحد بنزيمة وعلى خطر رونالدو انضم جاريس بيل للريال بمية وواحد مليون يورو وبقى أغلى صفقة في التاريخ ومع بداية موسم 2013-2014 اكتمل هاتريك مادريد بوجود رونالدو وبيل وبنزيمة وشفنا الأول مرة البي بي سي مجتمعين بأميس ريال مادريد وبدأنا كتابة التاريخ بنزيمة كان المحرك الأول للهجوه تحرك زكي وسحب المدفعين عشان يخلق مساحات لبيل ورونالدو والاعتماد على قوتهم البدنية الكبيرة وقدرتهم على التهديف وده اللي شفناه خلال الخامس سنين اللي شاركوا فيها سوا وخلال الفترة دي لعب السلاسي مع بعض وقدروا يفوزوا في 210 ماتش من أصل 293 يعني نسبة انتصارات وصلت لأكتر من 70% وتعال نشوف موسم موسم في موسم 2013-2014 شارك كريستيانو رونالدو في 47 ماتش سجل فيهم 51 جول وعمل 17 أسست وكان من ضمن الأهداف دي 17 هدف في دور أبطال أوروبا اللي فاز به ريال مادريد أما بنزيمة فشارك في 52 ماتش سجل فيهم 24 جول وعمل 16 أسستي عن شارك في 40 هدف مرة واحدة واخلال أول موسم لبيل مع الريال يدري الشارك في 41 هدف ما بين التسجيل والصناع يعني بخلاف اللي 22 جول اللي سجلهم هو صنع 19 جول لزميله وكان أشهر الأهداف دي هدفه في مرمى بارشلونة في نهاية كأس الملك اللي تفتكروا بتعليق رقوف خليف الشهير وكانت حصيلة الموسم الأول للبي بي سي هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغايب عن ريال مادريد من 12 سنة العشرة الأغلى على قلب كل مادريدي جات في أول سنة بس من اجتماعي السلاسي وخلال النهائي ضد أتليتيكو مادريد قدر بيل ورونالدو أنهم يسجلوا في اللقاء ويحسنوا اللقب يعني السلاسي من أول موسم لهم مجتمعين قدروا يسجلوا 97 جول أرقام مجنونة طبعا وفي الموسم الثاني وهو موسم 2014-2015 حافظ بنزمة على نفس المستوى التهديفي سجل 22 جول وعمل 15 أسست خلال 46 ماتش في الموسم ده وبالرغم من غياب بيل لفترة بسبب الإصابات لكنه قدر يسجل 17 جول ويعمل 12 أسست لكن طبعا رونالدو ماينفعش معاه موضوع السبات على المستوى ده لازم يعلي على نفسه لأنه في الموسم ده تخطى حصلتهم التهديفية في موسم العشرة وسجل 61 هدف خلال 54 مباراة منهم 48 جول في الدوري الإسباني فاز بيهم بلقب هداف الدوري الإسباني والحزاء الزهبي الأوروبي وغير كل ده صنع لزميله 23 هدف منهم 17 خلال بطولة الدوري بس ومع بداية الموسم الثالث بدأت الأحداث الدرامية للسلاسي أنشلوتي ميشي وجي مكانه رافا بينتيس واللي كانت علاقته مع رونالدو مش أحسن حاجة لكنه ماكملش الموسم وميشي عشان يجي مكانه الأسطورة زين الدين زيدان كل اللي فات ده حمادة واللي جاي حمادة بيكسب دوري أبطال أوروبا من أول موسم لزيزو قدر يفوز مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة التانية في 3 سنين والموسم ده كان أفضل موسم لجارس بيل مع الريال لأنه كمان كانت شاهد على نجاحه مع المنتخب بيل خلال الموسم ده سجل 19 هدف وصانع 14 أسست يعني شارك في 33 هدف مع أنه لعب 31 ماتش بس بسبب الإصابة ده غير أنه وصل مع منتخب ويلز النص نهائي أمم أوروبا وده إنجاز تاريخي لمنتخب ملوش تاريخ على الساحة الأوروبية زي فرنسا وألمانيا على سبيل المثال أما بنزيمة قدر يسجل 28 هدف خلال 36 مباراة منهم 24 جول في الدوري الإسباني واللي كان أفضل رقم تهديف البنزيمة مع الريال خلال فترة البي بي سي وصنع 8 أهدف لزميله عشان توصل مساهمته التهديفية لهدف لكل مباراة لأنه كده شارك في 36 هدف في خلال 36 مباراة يعني تقريبا نفس معدل جارس بي وكالعادة رونالدو مفراشي مع موضوع الخلاف مع بينتز ده خالص سجل 51 هدف في 48 مباراة وكمان عليهم 15 أسست يعني بيشارك بتلت أجوال كل ماتشين تقريبا وزي ما تقول المسم ده مع عزيزو كان مغرد استفتاحة يعني شوية صلطة كده تنقنق فيهم قبل الأكل لأن اللي حصل في مسم 2017 كان تحت عنوان واحد بس أفضل فريق لريال مدريد في التاريخ ما افتكرش إن شفت ريال مدريد بالقوة دي في أي مسم تاني الريال وقتها كسب 5 بطولات في مسم واحد وحقق إنجاز تاريخي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة التانية على التوالي ودي حاجة ما فيش فريق قادر يحققها بالمسمى الجديد لدوري الأبطال لكن ريال كان العادة كان رقم واحد المسم ده كان فيه شوية مشاكل لبنزين بسبب القضايا مع فالبوينا وخلافه لكن زيدان رغم ده كله اعتمد عليه بشكل كلي رغم تراجع أرقام لأنه سجل 19 هدف بس ده غير 8 أسستات وبيل كان عنده نفسه مشاكل الإصابات اللي خليته لشارك المسم ده في 27 ماتش بس سجل فيهم 9 هداف وصنع 6 بس لكن بقوة المجموعة في الريال قدروا يحققوا كل حاجة المسم ده الفوز بالدوري والأبطال والسوبر الإسباني والأوروبي وكاس العالم للأندية مفيش بس غير بطولة واحدة بس اللي طارت منهم وهي كأس مالك إسبانيا بعد ما الظاهرة البرازيلية الدانييلو غرع الفريق وخرجهم البطولة المهم طبعا مع البطولات دي رونالدو كان هو الأساس 42 جول و12 أسست في 46 ماتش وهنا جي الوقت على آخر موسم للبي بي سي مع بعض موسم 2018 العجيب الغريب واللي بدأ الموسم ده بفوز الريال بالسوبر الإسباني من ضمن الخماسية اللي اتكلمنا عليها الفوز على برشلونة الرايح كاي حتى في غياب رونالدو وظهور نجم جديد وهو أسسنسيو قصد وقتها يعني وقتها الكل قال بس الريال دخل على أوروبا وبيغني لهم أنا جاي لك وناولها لكن ما تفهمش حصل إيه الفريق بقدم مستوى سيء في الدوري والناس تحس إن الجيل ده انتهى لكن وكالعادة ريال مادريد لما الموسم بيضرب منه ويبوز بيلحاقه بالفوز بدوري الأبطال وفي دوري الأبطال كان معاته تنهام وبروسيا دورتموند في دور المجموعات وفي طريقه للبطولة قدر يكسب شوية فرق كده يعني باريس سانت جيرمان ويوفينتوس وبايرن لحد ما وصل للنهائي ضد ليفربول بس محتاجين نرجع خطوة الوارا كده في ماتش يوفينتوس تحديدا وطبعا انت عرفت انا هقولك ايه الهدف الأسطوري لكريستيانو رونالدو في مارما بوفون وعلى ملعب اليوفي لأكبر مشجع اليوفي انهم يسقفوا لكريستيانو رغم ان الهدف تسجل في مارماهم نيجي بقى للفاينل بنزيب بيسجل بعض الخطأ العجيب من كاريوس حارس ليفربول وجاريس بيل اللي كان على دكة البودلاء بينزل ويسجل هدفين في نهائي الشامبيوزلي هدف منهم كلنا فاكرينه بعد باكورد اكتر من ممتاز مقدرش كاريوس يعمل لها حاجة غير انه يتفرج عليها زينا ونيجي بقى للي ما بيفرقش معا حاجة رونالدو صاحب اللي 44 جول في 44 ماتش الراجل ده اخر ماتش شارك فيه باميس ريال مادريد كان نهائي دوري ابطال اوروبا في 2018 خاد البطولة للمرة الخامسة في تاريخه وقال بس انا كده عملت اللي عليها هنا يخرج رونالدو من الريال ويروح ليوفينتوس عشان ينتهي مسلس الرعب وخلال مسيرة رونالدو مع ريال مادريد ادر يصنع لزميله 131 هدف في 438 ماتش ده غير 450 جول ادر بيهم يكون الهدف التاريخي للريال خلال 9 مواسم بس وبكده يكون البي بي سي مجتمعين سجلوا 742 جول في 784 مباراة لريال مادريد في الفترة دي بنسبة تسجيل وصلت 56% ويتصدر القايمة دي طبعا رونالدو وبعده بنزيمة ثم جاريس بيل ومن ضمن 13 لقب اللي حققوها سوا كان الاهم هو انهم حققوا الهدف اللي بمعشانه بيريز لما اشترى السولاسي كان نفسه في لقب العاشرة الاوروبا لكنهم قدروا يوصلوا للبطولة رقم 13 سوا وبعد رحيل رونالدو استمر بيل وبنزيمة مع ريال مادريد ونجحوا انهم يرجعوا الفريق ثاني للبطولة الاوروبية والفوز بدور الابطال للمرة للبعتاشر في تاريخ النادي الموسم اللي فات عشان يبقى رونالدو وبيل وبنزيمة كل واحد فيهم معه خمسة دوري ابطال اوروبا ومع نهاية الموسم اللي فات يمشي بيل عن ريال بعد 258 مباراة جل فيهم 106 هدف وصنع 67 اسست عشان يفضل ابو ابراهيم لوحده في وجوم ريال مادريد لكن الحكومة ادهوا ادود بدليل المستوى اللي قدمه في دوري الابطال الموسم اللي فات لما شال الريال على كتفه وفاز باللقب عشان يكسب البالوندور للمرة الاولى في تاريخه عن قذارة واستحقاق وكمان يكون تاني افضل هدف في تاريخ ريال مادريد بعد كريستيان رونالدو 341 هدف مع الريال ده غير 164 اسست وكمان يتوك ده بالفوز بالدوري مرتين بعد رحيل الدون ومعهم الفوز بلقب هدف الدوري الاسباني للمرة الاولى في تاريخه برصيد 27 هدف دي كانت حدوتة من بين 1000 حدوتة في القورة هاتريك ريال مادريد وكالعادة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك وقل لنا رأيك عن الهاتريك الجديد اللي تحب نتكلم عليه فطارة هيكون سلاسي ليفربول لص ملعب برشلونة او الريال هاتريك بايرن في 2013 قل لنا مستني مين الحلقة الجاية والسلام ختام سلام اشتركوا في القناة